في مبادرة هي الأولى من نوعها قدمت إحدى الكنائس المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية معونة غذائية لثلاثة آلاف عائلة في الموصل حملة بذلك رسالة محبة وسلام لمدينة تعد رمزا للتعايش السلمي والديني بين مكوناتها بالصراحة أكيد أول غاية هي أن نعلن للأخوة المسلمين أن نحبهم والكنيسة حبهم ويسوعي حبهم ونحن أخوة في الإنسانية أكيد ونشاركهم معاناتهم وأفرحهم هذه الرسالة عدم الكنيسة صدق هو هذه الزيارة الأولى لنا للموصل فبعد الزيارة والدراسة والبحث ممكن نقدر نقرر الشحن السيب خلفت الحرب تريكة ثقيلة من الفقراء والمتعاففين وحجم الدمار والخراب جعل الكنيسة تقوم بمثل هذه الخطوة وذلك بالتعاون مع فريق شباب تطوعية كان المسؤول عن التوزيع في أكثر من عشرة أحياء داخل المدينة لدينا توزيع ثلاثة آلاف سلة بتبرع من كنيسة أنا بابتايس والتي ستشمل عدد كبير من الأحياء في داخل مدينة الموصل تتراوح ما بين 9 إلى 12 حي ضمن بيانات تم جمعها مسبقا لإعطاء لكل عائلة تستحق متعففة سلة غذائية خاصة لهم فهي الناس الفقراء ثتة اربعة ناس بطالين وبيوتها راحت وناس تعبانين وأكوبهم ما موجود هنا فما يقدر يعني يستلم وإحنا نتمنى يرجعون ويستلمون لكن وين يرجعون يرجعون على الخراب وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية فإن نسبة البطالة في نينوى تجاوزت أربعين بالمئة وهناك قرابة مليوني إنسان يعيشون تحت خط الفقر من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير